واللي بيحصل في الدعب ده السعر وصل لرقم مش طبيعي خلال يومين تلاف والنهاردة التسعيرات وقفت والناس قفلت ورواحة بده لسه ربنا كريم لبمجم دهب يقوم يحصل كده ده يصل العنام ودوس على العلم تزايد وعلم تلاف خبر اهمك ما احمد مطور سعر الدعب عار واحد وعشرين وصل مبالح تلاف تمامية وخمسين يعني بالمستعية اقول اربع تلاف اللي هيجيب شبكة عشان يخطب لو فكر يخطب يعني عشرة جرام بس باربعين الف جنيه يانهار مش بقيله ملامح عشرة جرام باربعين الف جنيه السعر بقى هلقت الدنيا هتفتح راحة موقفية تسعيره والمحلات قفل جدعنا اللي مش فهم ازاي ده بيحصل لعندنا في مصر بس اكتر من مئة منجم دهب من ضنهم منجم السكري والمنجم اللي تم تشافهم كم يوم في منطقة أبو مروات ابتع منطقة أبو مروات الواحدة وحصلت الاحتياج الطاعه بتقدر بمتين وتسعين الف طن قسم بالله اي عبا هيجوز بنته دلوقتي وهيفكر ان يقول لي عايز حد ده هيبقى الطاق الشاب اللي هيفتح بيت في ظل الظروف اللي احنا فيها دلوقتي جديد وفي ظل غلاق الاسعار ومن مية وكهربة وإيجار وليلة زرق لا ده مبقاش واحد عادي ده يبقى بطل الابطال فكل مجال هتلاقي الاسعار عليها بسبب شخص بيتلاعب الاسعار بسبب شخص من كميون بيتلاعب في اسعار الدهب من ناس تيلة جدا وعنده محلات دهب كتير لو قدرنا في كل مجال نمسك راس الافعال بيتسبب في رفع الاسعار عشان يكسب ساعتها بشلق الاسعار دي